السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة السلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله ولا صاحبه ومن ولا اه هنبدأ مع بعض حلقة جديدة ان شاء الله من سألوه لكم بيوتر اه برعاة منقعة تعلم وفكرة وتقديم محادثكم وبرمج عبد الحميد منتاج واخراج احمد شافيق نادا متغامل منصورة مصر ارقام التليفونات زيو 16 سنبدأ مع بعض الجزء الثالث او المحاضرة اه رقم اربعة في موضوع اسات الكمبيوتر اللي احنا بدأناه اه هنبدأ الجزء الثالث بتاع الويندوز يعني الويندوز اسمناها على ثلاث اجزاء او ثلاث فيديوهات وكان فيه اه فيديو اولاني مقدمة فيبقى كده وصلنا لاربع حلقات في الموضوع ده اه نبدأ مع بعض بسمناها مرحيم جهاز تقيل شوية معلشي لا تقيل جدا طب وايس طب نخرج اه تاني نخرج ماجه 으 ماشي ويندوز ثلاثة ويندوز ثلاثة حلقة 3 وجوز دلاثة من كلامنا عن ويندوز نتكلم في ويندوز في الحلقة دية عن موضوع مهم جدا هو حاجات والادوات الموجودة في يعني الاول يعني لوحة التحكم اي جهاز او اي معدة او اي حاجة بقى في حاجة اسمها لوحة التحكم اه لوحة التحكم دي نفس الفكرة عامناها في الكمبيوتر ليه اللوحة اللي بتخليني اتحكم في المعدة دي يعني مثلا اه اللوحة اللي بتخليني اعل الصوت والصوت اللوحة اللي اتخليني اوضح الصورة اخليها حلوة او حشق اخلي السوطة الصورة او dale اواقضي سود كل الامكانيات دي هي بقى في ايدي موضوع اه لوحة التحكم اتحكم في الخلفي اتحكم في الوان اتحكم في الاشكال اتحكم في الفونطات ممكن يكون فونطات بالنسبة لك انت كويس. بالنسبة لغيرك للock واقم بأكبر او اصغر الشكل مش مش جميل اوي مش جزاب فعايزه يبقى احسن من احسن من كده او اه كده يعني كل الحاجات نفس الفكرة يعني. خلاص? فده موضوع كنترول لو لو جبنا كنترول زي ما هو ماشي هنا هيبقى وبعدنا هنجيب وبعدنا كنترول في وضعية تانية لقيمة اللي هي الوضعية دي الوضعات كلاسيك. في وضعات تانية لقيمة لو دخلنا هنا هنلاقي وضعات قيمة مقسومة صفين عندك اهو. يعني مقسومة ايه? قصد عمودين اصاب وبعد. ادي عمود و ادي عمود. خلاص? فهنلاقينا كنترول بانن عاطلية. لو ضغطت عليها يفتح للك كنترول بانن. بالضبط هو ده كنترول بانن. وصلناه. خلاص? دي محتوىات كنترول بانن. نتعرف عليها مع بعض سويا بسرعة. الاكسيسابيلتي او الخيات المتعلقة بالناس اللي عندهم قصور في حاجة معينة. يعني مسلا نظره او اه عنده اعراقة من اي نوع او عنده مشكلة في اي اه وسيلة من وسائل الاتصال. يعني ايه? بيحتاج ايه? حاجة معينة. يعني مسلا ممكن اخليه الكيبورد تبقى مناس بليد. بمعنى ان هو لو ضغط على الكيبورد بشكل معين يبقى الكيبورد ده هيتحكم فيها باداء معين. حاجات يعني من هذا القبيل. خلاص? بعد كده يعني اضيف هاردوير جديد. يعني جايب حتة جديدة اضيفها للجهاز. مسلا جاي برنته. فوصلتها بالجهاز ده ايه ما فيش حاجة حصلت. فاقول له من هنا انا جايب هاردوير جديد وعايز اوصله بالجهاز وعايزه يشتغل يبقى طبيعي. بعدها اه اعايز اصطب يعني اشغل اه اواحزة في برنامج جديد. قلنا موضوع التسطيب ده ايه? ان البرنامج موجود عندك على الجهاز بس ممكن ما يكونش مفاعل. فانا عايز افعله. زي ما انت تكون موجود عندك حاجة بس مش مفعل. مسلا العملة بتاعت غير بلدك يعني مسلا انا وخدت الجنيه المصر وروحت بالسعودية هيبقى مش مفاعل في السعودية مالوش مكافزه لانه مش عملة عالمية. الدولار طبعا اه باستثناء لانه الدولار مفاعل في كل الدول لانه عملة صعبة. اه اه فانا لازم احاول العملة دية في الدولة. في البرامج بقى مش لازم احاولها لازم ما ستبه. يعني انا عندي البرنامج. بس الطول ما انا ما ستبتوش. اه? يبقى هو كده ما تحطش عندي على الجهاز. يبقى انا كده ما اقدرش هستفيد منه. دي الادوات بتاع الناس اللي هم اسمهم المفروض ان في في الجهاز لو كان بيقعد عليه اكتر من شخص يبقى على الاقل واحد فيهم. ده المدير ده الكبير. بتاعه. ده اللي بتحكم في كل حاجة. فالادوات اللي هي ممكن نسميها قيادية. او اه ادوات السيطرة. ادوات التحكم. حاجة زي كده. اه بيبقى فيها حاجات اه كتير. يعني مسلا ايه? الاخطاقة اللي حصلت في الجهاز. ايه اخر احداث اللي حصلت في الجهاز? في حاجة اسمها يعني بيوضح لك ايه اللي حصل في الجهاز خلال الفترة اللي فات. خلاص? اوتوماتيك اه ابديتس ده بيعمل ايه اه نزبط موضوع التحديث بتاع الجهاز. يعني الويندوز انت جهازها بنصل بالانترنت. فهل نعمل تحديث اه تلقائي اوتوماتيك ابديت. يعني كل مشركة ميكو سوفت تنزل عن موقعها عجل جديد من نسبة الويندوز. اه جهازك اه الويندوز بتاعك تحدث النسخة بتاعتك تتحدث. طبعا ده مش هيحصل غير في حالة واحدة لو كان النسخة بتاعتك اصلية. انما لو نسخة مسروقة واكتشف ان هي مسروقة الويندوز اصلا مش اه مش هيسمح لك بانك تحدث ومش هيسمح لك بانك تعمل حاجة على الموقع خالص. دي حاجة. اه فلازم النسخة تكون اصلية. لازم اياه اه هتلاقي عندك هنا في الهلب. حاجة اسمها ازي سكوبي اوف ويندوز. يعني هل هذه النسخة من الويندوز اه نسخة اصلية نسخة مرخصة نسخة قانونية. فلو انت وضغطت عليها وضغطت على موقع ميكو سوفت التنينيك ماشي معها هيقول لك انت تكتشف ان النسخة دي اصلية ولا لا. خلاص? طبعا انت كمينك صعب الجهاز عارف وانت بسطابها باي شكل او جايبها من اي اسطوانة او او الموضوع ازاي يعني فتعف ان اسطوانة او مش اسطوانة. لكن طبعا الناس قدرت تتغلب على على موضوع ده وتتغلب على الحاجات اللي بتعتمد عليها شركة ميكو سوفت في اكتشاف هي النسخة اصلية ولا لا? وعمل اسطوانات مش اصلية الموقع ما بيكتشفش. وبيعملك على ان النسخة بتاعتك اصلية لكن هي مش اصلية. دي ده اند طييم ده عشان اضبط اعدادات الوقت والتاريخ. اضبط ان اوه ده تاريخ كام. انه هده الوقتي الوقت قديه كده. الدس بيلي دي عشان اتحكم في الصورة. الدس بيلي دي هي 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 الا ا ا الكريكي مين بروبرتز على ديس كتوب. اللي هنه يسميه. يعني اضغط هنا في اي حتة كفاضي على الدس كتوب. الكريكي مين. ارجع كده اجيب الديس كتوب. او ارجع يجب الديسكتوب امين بروبرتس خلاص دي ريلا هي ديس بليبروريس لنا كنت لست فتاح حالا في الكنترول بانر خلاص اما هي دي في الكنترول بالانر فولدر اوبشنز اللي احنا عرضنا لها قبل كده اللي هي من توز وفولدر اوبشن تمام فولدر اوبشن دي بتخلينا نتحكم في الملفات الحاجات الهيدن اه 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 يعني لو عندي حاجات مخفية ظهرة لو عندي حاجات عايز اخفيها لو عندي ملفات يعني مش حقاUD يشوفها. كذلك لو عندي آآ حاجات آآ عايزة وبين لها الامتداد بتاعتها او احسف لنا الامتداد بتاعتها. الفونتس ده بضيف اي فونتات انا عايزها تضغف للجهاز بتاعي. يعني بضيف هنا. يعمل الفونتات اللي انا عايزها. يبقى من عندي حد مسلا تشوفت فونتات للخط. آآ اشكال حلوة. وجميع انا عايزها تضغف بحيس ان انا استخدمها في الويندوز بتاعي. ده لو ضفت اي حاجة من يعني اي اي من ادوات اللعب. جيبها آآ جيبها الامني ولا حاجة يلعب بها. فايه الموضوع ده آآ بيتضاف هنا وبلاقي الاداة متعرفة هنا. لو انا عايز احزفها اول انا عايز احزفها تانا. بعد كده الانترنت اوبشنز بتتحكم في الخياط الانترنت عندي. ازابط الانترنت وهشوف الانترنت في ايه. آآ ازا كنت عايز احزف بتاع التاريخ بتاع الفترة اللي فاتنا هنا قضيته حجاز ولا لا. ازا كنت عايز آآ آآ ازود صورة التصفح الانترنت باني اقول له مسلا ايه? لما يبقى في حاجة آآ صوت ما تشغلهاش. لما يبقى في حاجة فيديو ما تشغلهاش. لما في حاجة صور مش عايز. عايز الكلام بس آآ آآ اقدر ازبط كل حاجة من اه اوبشنز كل ما اتعلق بالانترنت. خلاص? الكيبورد عشان ازبط الكيبورد بتاعتي واخليها ازا كنت بحب الكيبورد بتاعتي تكون الكتابها فيها بطريقة سريعة يعني اه ضغط على الكيبورد سريع قوي في عايز زبطها تناسب سريعتي. الماوس كذلك بشوفها بطريقة زي اعتمد على الزرورة الايمن ولا الايسر. آآ اخلي الماوس آآ لما مسلا احرك بالبكر احرك آآ كزا صفحة مع بعض ولا كزا سطر مع بعض يعني ايه? بيديني خيارات متعلقة برضو بالانترنت. كل ده يعني خيارات متعلقة بكل حاجة. آآ بيطح لي او بيوضح لي وانا متوصل على آآ ازاي? يعني متوصل على شبكة. الشبكة هل انا عامل شبكة مع حد ولا الجهاز ده جزء من شبكة او حاجة زي كده? وايه اللي معمولة معها? ايه الوساطة اللي معمولة معنا? لو انا عايز اصطها بشبكة لو انا عايز اعمل شبكة. الفون عند مودم اوبشنز لو انا عايز اضبط اعدادات المودم لو انا عندي مودم اضبط اعداداته. خلاص? يعني الاجهزة قابلية للنقق يعني زي الام بي سري والام بي فور والام بي فايف اللي زي الحاجات بتاع الموبايل حتى تلاقي عليه مرسوم عليه. خلاص? لو جان هنا. لو انا عايز اشوف الايه? الاعدادات الطاقة اضبط ايه الطاقة بتاعتي سريعة اه من السريعة على بطاقة عالية واللواطية اعايز اقلل من السلاك الجهاز لكمبيوت اه من السلاك الجهاز للكهرباء. اه ده بيقى مفيد طبعا انا اقعد على اللابتوب. لابتوب طبعا معها بطارية او كده وعايز اتقعد معها كزا ساعة. فممكن اقلل السلاك الجهاز يلعب في الاضاءة شوية يلعب في حاجة. بس ما بننصحش لللي مش حيعرف يلعب فيه. يا ريتني لو حدك مش مش فاهم هو ايه بالزبط او اديني عاملة زي ما تلعبش فيه عشان ايه? ممكن يعمل لك مشاكل. والفاكسز اللي ما تستطيع عندي على الجهاز الطبعات والفاكسات الموجودة عندي. اه لان عايز ازبط اعدادات اللغة. عايز اقول له انا انا في دولة ايه? فاللغة بتاعتي اللغة الام هي ايه? واللغة التانية هي ايه? وبعدين الارقام تكتبها لي عربي ولا تكتبها الانجليزي ولا تكتبها لي لاتيني ولا تكتبها لي عاملة ازاي? اه وكزلك العملة لما اجي اكتب عملة اكتبها لي عملة ايه والكاميرات اشوف المساعات الضوئية اللي عندي والحاجات المتعلقة بالموضوع ده والكاميرات بس كدوالتسكس يعني اعمل مهام مؤقتة يعني يعني مهام اه بتحصل كل فترة زمنية او مش كل فترة زمنية في معاد محدد مسلا يعني انا اقول له يوم كزا ساعة كزا حاجة الفرنية تحصل برصة ده مركز الامان باشوف بقى الامان بتاع الجهاز بتاع هو الحقيقة النالة اللي بيحمله من الاختراق او حد مخترق عايز يجيجي مع الجهاز بتاعي بحيث يستعمله داتا او يتحكم فيه ويمنعني متحكم فيه حاجات زي كده اتحكم في الصوت وعليه وواطيه واتحكم فيه واشوفه وعمل ازاي لسبيش ده لو انا عايز اعمل موضوع محادسة يعني ايه عايز لما اقاف على كلمة في الويندوز في الاسبيش دي تقاف على كلمة ينطقها للجهاز الجهاز ممكن ينطق لأي كلمة موجودة عندي السيستم ديت اللي هي بس اللي لو كنا شفنا قبل كده استعادناها في في الفيديو الاولاني ايه اللي هما التابات اللي احنا قلنا عليهم جنرال وكمبيوتر نيم وهاردوير وادفانسد والسيستم اه ريستور وتوماتيك ابديتس والريموت خلاص التاس كبار اه والتحكم في التاس كبار والستارت مينيو والايه والاوبشنز بتاعتهم لو انا عايز اعمل حسابات جديدة لمستخدمين جدادة جدادة مثلا الجهاز ده بيحد ايات ربعة وكل واحد عايز يجيوه تكاين وعد لواحده فايه فاهم اعمل حساب باسم الاول والتاني والتاني ورابع عندما ده يخش يخش بالباسورد بتاعته لما ده يخش باسمه الباسورد بتاعه ده باسم باسورد بتاعه ايه بتاعه ده ادار تأثيرات الصدية ممكن اخليها ايه انجليزي من هنا ممكن نخليها انجليزي بس عشان اعرف اسمها بالانجليزي ايه اه اه ادارة تأثيرات الصوت هي مش ادارة هو مدير بقى مدير تأثير على الصوت مدير تأثير على الصوت ده اللي هو بيتحكمني في التأثيرات بتاعت الصوت الصوت اه خرجه اعمل يعني تأثير معين بحيث ان هو مسلا يبقى الصوت كأنه خارج من كهف او كأنه خارج ما بين جبلين او حاجة زي كده خلاص ده استعادنا السعادة سريع لله هنرجع للباور بوينت نبص في الحاجات اللي استعرضها الدكتور في الموضوع ده وهنبقى نستكمل ما لم يستعرض في الجزء ده في حلقات جديدة مسارة طبعا والفكرة ان هنا الحاجات مجمعة شوية الحاجات المهمة مجمعة فالفكرة بعد كده ان شاء الله ان احنا هنخش في حاجات اه اه اجدد واهم اه كل شوية هنستعرض حاجات في الكنترول بالنال ديات هناخدها بالتفصيل بقى الممل بعد كده اللي محتاج لحاجات دي ممكن يتفرج اللي مش محتاجة طبيعي ما يحملهاش وما يخشش يتفرج عليه نجيب الباور بوينت تاني كده عرفنا زي هنجيب الaa كده عرفنا زي هنجيب الaa من قيمة استار بالشكلين الموجودين يا اما من استارت سيتنجز لا اما من من استارت سيتنجز يا اما زي ما احنا جبناها حالا هنلاقى موجودة مقسومة صفين بدل ما هو هنا صف واحد قصدي عمودين بدل ما هو معمود واحد اللي هم معمودين وهنلاقي موجودة كنترول بنل عادي يعني بكل سرعة هنقدر بكل سرعة هنقدر نجيب بلوحة التحكم بكنترول بنل المحتوىات اللي احنا شوفناها هي موجودة تاني آآ نفس المحتوىات بس انا كان عندي ازت شوية حاجات مضافة مع النسخة ومن عند حضرتك ممكن تلاقي خلافات بسيطة يعني بس الحاجات الاساسية نفس الحاجات طبعا تكلمنا قبل كده تايتل بار شئة العنوان منيو بار شئة القوائم صندر بوتونز بار شئة الادوات القاسية ستس بار اسكولول بار شئة التمريل وكنترول بوتونز نحن اخذناها هيجيب لك حاجة من حاجات الكنترول بنل اللي هنا اللي هي ايه موجودة هنا اللي ايه تحكم في الصوت تسمح لي زي ما هو مكتوب تماما بالتحكم في الصوت فلما منضغط عليه بان اول حاجة فيه الفوليوم الفوليوم بتاع الصوت يعني علوي الصوت يعني الصوت عليه بمقدار قديم فاول حاجة اللي هي من هنا ديفايس فوليوم بابدأ عليه طبعا غالبا باختاره هاي يعني بخليه اعلى حاجة خلاص بس هم تحلي ان اواطي وعليه من هنا بس الافضل اللي انا خليه هاي واعلي وواطي من السماعة نفسها السماعة اللي هي موجودة قدامي السماعة الخارجية خلاص ميود دي بتخلل لو علمت على صحة بتكتم الصوت ما بتلاحش صوت من الجهاز خلاص يبقى انا لو لقيت الصوت مكتوب باجي هنا وبص نعم تعلم على صح ما بتجي اي حاجة حد تعلم على صح مسلا غلطة ولا حاجة اشيل الصح من قدامها عشان ديت معناها ايه ده كتم الصوت خلاص ده تغيير حجم الصوت ده الغاء الصوت او ايه كتم الصوت بعد كده وضع ايكونة لضبط حجم الصوت في الشيط المهام يعني هنشوف هنا اه ايكون ايكون انزا تاسك بار يعني احطي احط لك ايكونة في الشرية المهام في تاسك بار اللي هو جنب الساعة في السيستم تري او في نورفكيشن اريا تساعدك عن انت تتوصل لموضو ده بصرح خلاص اه وضع ايكونة لضبط الصوت في الشرية المهام اه تلاقي ايكونة بقى اية زهرت اه في الشرية المهام في حتة بتاعة الساعة دي اذا اعلمنا الصح ستظهر الصح من هنا ستتشال الايكونة او ضغط نحنها ممكن نعلي الصوت ونوطي الصوت من هنا بدل ما منيجي هنا نعليه نوطي الصوت بعد كده الاسوات اللي بيستخدمها الويندوز الويندوز بيستخدم كذا صوت يعني انت اول ما بتفتح الويندوز بتلاقي فيه صوت طالع مع فتح الويندوز ده اسمه مسلا صوت فتح الجهاز بعد كده فيه صوت وانت بتقفل بعد كده لما بتعمل غلطة او لما بيحصل خطأ وانت بتشغل اي حاجة او وطلب من الكمبيوتر حاجة ما نفعش انك تعملها او كذا 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 كل حاجة من الحاجات ديت لها صوت معين كنوع من انواع التنبيه اصبتنا الصوت ده من هنا عندي ده التحكم في الاسوات الموافقة لاحداث الويندوز يعني اي حدث بيقى مرافق له صوت فانا عندي من هنا في حاجة اسمها Racism يعني النمازج لاحظ اختار نموذج لاحظ judgments يعني بختار نموذج الويندوز ده اللي بيجي جاي مع جهاز جاي مع الويندوز هو عمل واحد ثاني يسمى عطفان يعني عامل واحد خاص به استخدار مجمو adulthood هو اللي مختارها وقال لما يحصل كذا عمل كذا لو ما يحصل كذا عمل كذا أو خد وغير فيه ممكن تاخذ الدفولت وتغير فيه وتعمل واحد ايه جديد يعني تاخد الاصلي يتعادل فيه شوع الصوتين تقتل اللي مش عاجبينك وتعمل واحد جديد تسميه باسمك او تسميه باي اسم تاني ممكن تقول له ايه يعني تطلع عليه الصوت خالص حصل غلط ما حصلش غلط الجهاز فتح الجهاز قفل فتطلع عليه الصوت خلاص لو دخلنا على اللي هو جايبه اللي هو جايبه هنلاقي بسلا هنا ايه في ماكسمايز فاقول مضغط على ماكسمايز هلاقي هنا ايه عندي حاجات كتير ايه في الاسوات باختار بقى الصوت اللي انا عايزه يعني هنا بقول له ايه الحاجة اللي انا عمله اللي بقى اللي يحدث لما ضغط حسمايز ماكسمايز اللي هو الزرار ايه والزرار اللي انا عارفه بتاع التشاشر بزرار اه اللي بيقى جنب علامة الغلط مش بيقى في قوية طالعه الزرائر او غلط وبعدين تكبيره التظير ثاني صارت ايه تقتل واحد ده زرار ماكسمايز فالماكسمايز ده لما ضغط عليه هيطلع عليه صوت معين اه هنا هو بقوله لما واقف عليه ان هو مش هطلع صوت فانت تجي انها بقى من تحت تجي تقوم اه بقى معلم على الماكسمايز اول بقى ان دايس هن مختار السقوط اللي انت بتعمله لما يحصل لك لما يحصل ماكسمايز كويس من هن كويس طب انا بعد ما اخترت السقوط اه عايزي اسمعه هجربه ده ده البلاي بقى من هنا الزرار ده هو هلاقي الايكونة دي البوتن ده تفعل الزرار ده تفعل انما هو ده مش يدفع انما اه اه قدر فعل طب فقدنا ان اسوات دي كلها اه يعني اول ما اختاره قصدي اه هفعله اول ما اختار اي صوت من اسوات ديك هفعله فهضغط هسمع الصوت طب فقدنا ان اسوات دي كلها ما عجبتنيش وعايز الصوت جديد خالص انا اللي جايبه اي صوت اي حاجة مثلا في ناس بتحب ان الجهاز اول ما ايدي الجهاز يقول باسم النارح مرحيم في ناس بتحب اول ما ايدي الجهاز يقول اي قرآني لما اجي اقفل الجهاز يقول حاجة معين اي حاجة من الحاجة او يفكرني بحاجة اول ما ايدي الجهاز او فكرنا من حاجة اول ما في الجهاز. حاجة زي كده. فسجلها هو على صوت او عنده صوت ليه. خلاص? طب يعمل ايه بقى? يقوم ضغط على براوس. ويتانيه دور على الحاجة دي. هيفتح لك الويندوز اللي احنا متعودين عليها لانا ما ترنا ندور فيها او منسايف فيها ديت. لا اما منفتح حاجة لا اما منسايف في حاجة. التانيك تدور جهاز واتعلم عن حاجة وتقول له اوبين. الصوت ده يتسجل عنده هنا عشان الحدث اللي انت زبطه. طبعا هنا نلاقيه اننا حدث كتير.كسيت ويندوز. طبعا تيكي تخروج من ويندوز. يعني. الى تنبيه لان البطارية بتاعتك اه وكهرباء فيها قلت. اه كل حاجة من حاجات قدامنا هي موجودة بيبقى حدث معنا. انت بتشوف الحدث بمعنى ايه? وبتضغط عليه وبتغير الصوت زي ما احنا. خلاص ده براوز هو شوف اه دي نفيزة لانا كنت تبقى العين. نفيزة براوزنج بيجيب على المسا الديسكتوب. او بجيب مي كمبيوتر اي حاجة. وهم انت ادور هنا بقى اقوم داخل اه في الايكونات وبتاع. طبعا هو انت هنا لما جبتها جبت الفايل بتاع الميديا. اللي هو جاي مع الويندوز اصلي. خلاص? ده ده هو 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 نفسه الحاجات اللي كانت ظهرت دي. يعني نفس الحاجات ديت هي الحاجات دي. هي الحاجات دي. خلاص? فانت هتبدأ تختار منهم الحاجة اللي انت عايزها وتشوف وتزبط زي ما انت عايز. شوف وانا خليها من هنا بقى تشغل الصوت. من علامة دي تبدأ تشغل الصوت وتسمعه اذا كان مناسب تسيبه ومش مناسب اه تشيله. او تغيره. خلاص? بعد كده الاوديو ده تحكم في اجهز الصوت. الجهاز نفسه بيطلع على الصوت. فانا عندي بيقول لك الديفولت ديفايس. الجهاز الاصلي. او الجهاز الافتراضي. هو الحاجة الفلانية. اه خلاص. سيبه. افتراضي. خلاص? اه طبعا هو بيقول لك ان التلاتة بتحكمهم في جهاز الصوت. وهذا طبيعي يعني ان الاولانية اوديو والتانية التانية هاردووير التانية يعني ايه متعلقين بالهاردووير نفسه بالمكون المادي نفسه. خلاص? اه لو رجعنا الى هنا هتلاقي هنا مسلا لو انت عايز تسجل بمايك زي ما انا بسجل دوقتي. فبتصبط الفوليوم بتاع المايك من هنا. ممكن يكون الفوليوم بتاع المايك واطي. فتجي انت تسجل تكتشف ان صوتك طلع الوطي او فانت من السماء اصلا بعد ما سجلت. خلاص? اه الميدي ميوزيك بلاي باك يعني في حاجة اسمها في اه الميدي ميوزيك يعني اللي بعمل منه موضوع الميدي ميوزيك ده. اللي هو اه ممكن اوصله بالجهاز بحيس ان انا اه يعني مثلا فرضنا ان واحد عنده حاجة بيطلع منها صوت. ها? بيانه مسلا او اي ادام موسيقية او اي حاجة. اه وبيوصلها بتوصيلها بتاع الميدي دي. بيبقى جامعها توصيلها انواع من انواع الايه التوصيلات بيوصلها بالميدي. فهو هيدخل الصوت للكمبيوتر. خلاص? هو دي نفس الفكرة اللي بيسجل بها مهندسين الصوت الاسوات. خلاص? وهنا طبعا بيدخل المايك. فهنا بيدخل الصوت الكمبيوتر فانت طبعا انت ما عندكش للميدي ولا حاجة فايه? فمش هتحتاج الموضوع ده خالص. بزبط التاريخ والاية والوقت. باجي من هنا اختار التاريخ اللي انا عايزه من هنا التاريخ بتاع اليوم طبعا. وازبط من هنا شهر اضغط هنا واختار الشهر واضغط هنا اه لفوق هزود سنة لتحت هنقص سنة حد ما تيجي السنة اللي انا فيها وهزبط التاريخ زي ما انا عايز. هنا هاوم ضغط ضغطة. هنا هتقوم دي مزرق. او اختار الساعة. اقول له مسلا صفر سبعا. او صفر تمانية. او واحد اتنين. اللي هي اتناشر. خلاص? هختار الساعة. بالزبط. خلاص? وبعدين دقايق وبعدين السواني طبعا لو لو انا عايز بوضها بالثانية. وبعدين هنا هقوم ضغط هيبقى قدامي. لو هطلع فوق لانزل تحت. اه اطلع فوق لانزل تحت ده بيخلناه غير بقى بدل اي ام بي ام. بدل صباحا مساءا ومساءا صباحا. خلاص? طبعا هنا بيقول العام الشهر اليوم زي ما انا قلت بالزبط. ضبط الوقت. خلاص? منطقة الوقت هنا في حاجة اسمها تايم زون. كل منطقة في العالم لها وقت الخاص به. توقيت الخاص به. فاحنا عايزين ايه? ان نزبطها مسلا على مصر. ده كير. لو حد في الدولة تانية هيضغط هنا هون. وزبط على الدولة بتاعته. مش هتلاقي اسم الدولة. مش هتلاقي اسم الدولة. المهم الزوم بتاعها. يعني مسلا واحد ايه هنا ابو زبي. ابو زبي ومسكت مع بعض. ممكن الحاجات اللي انا نفسها اخدت طول. بتاع ابو زبي ومسكت. اه تزبطها انت مع ابو زبي ومسكت. خلاص? كل واحد يعرف المنطقة اللي هو فيها ايه بتاعه. الكيبورد انتحكم في الوقت المفاتيح. هاجينا. في حاجة اسمها يعني التأخر ما بين الضغط على الزراير. فانا يعني اه 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 الوقت اللي انا يعني مش الترجمة بتاعتي غلط. تأخر ما بين التكرار بمعنى. بمعنى لو ده غلط على الزر الايه. يكرر لحرف الايه بسرعة ولا بالراحة. فانا بقول له ايه? لا ده قاله الوقت او زغر الوقت. على الاساس ده يخليها بسرعة ولا بالراحة. خراص? ممكن يستنى شوية. قل انت مسلا واحد سبع تقيل. فبيضغط على الايه وبيستنى سنتين نسل او بسنة سنة. فده بيخليه الايه كتب اكتر من مرة. فالحل ايه? ان هو يقول له ايه? لا اديني وقت كتير يخليه لونج. اديني وقت كتير رياحني بحيس ان انا ضغط على الايه براحتي. خلاص? انما ممكن واحد تاني يكون سريع فحيش يضغط على الايه والبيوس مش فرق معنا. خلاص? اه ده موضوع ايه? ده موضوع تأخير. في حاجة انا بقى اسمها الريبيت الريت. الريبيت الريت طب هو بعد ما اتأخر. يتكرر الحرفة بسرعة. يعني مثلا دغط على الايه. هل انا بقى يعمل لي مثلا عشرين ايه في ثانية واحدة? ولا يعمل لي اتنين تترى اربعة? فده الريبيت الريت. يبقى ده الريت. دولة اللي حاجتين ان انا بقول عليه. فيه هنا بقى بتضغط هنا كليك هنا. بتضغط بالماوس هنا تعمل العلامة بتاع الكتابة ده هي. بتجي بتظهر هنا. وتبدأ اه تشوف تجرب الحاجة اللي انت عملتها. يعني تضغط على ايه مسلا وتجرب ايه ده مجرد اختبار او بريفيو استعراض للموضوع اللي انت عملت. اه هنا ممكن المؤسر ده. بيظهر. فبيظهر وبيختفي. بسلا انا فتح وورد او انا فتح اي حاجة اي حاجة انا بكتب فيها. فلا اي بي اي بي اي بي يظهر بي اختفي بي اختفي. فانا اقول له ممكن بفاست يعني يظهر واختفي بسرعة. وممكن يعني خليه ظهر على طول. وممكن في الوسط يعني يظهر ويختفي براحته. ماوس تعاكم في الماوس. ده حاجة في الماوس ممكن اقول له ايه اه يعني ازبط من هنا البوتن نكون فجرش طبعا ماوس ذا كبير اوية وفيه حاجات كتير اوية يعني كل حاجة فيهم عايزة تشترك بتفصيل فيعني في الغالب اه مش هنقول حاجات كتير فيه. ما هو جايب اصلا حاجات بسيطة. ان شاء الله يعني اه نخص الموضوع اللي بتحكم في الماوس والكيوبورد انا نعملهم حلقة مثلا مع بعض او حاجة زي كده. بنبقى نفصل فيهم براحت. هنا بيكلم مع الدبل اه لو انا اضغط الضغطتين ما بينهم يعني الضغطتين. احسبني بسرعة او تحسبني بالراحة. لو واحد ايده تقيلة شوي. فبيضغط ضغطتين براحته. فاقول له سلو. انما لو واحد بيضغط بسرعة معهم مش بقى ضغطتين ولا بعض. خرص? هنا بزبط بقى البوتن بتاعي. احنا اخلي الرئيسي اه الشمال ولا يمين. ممكن اقلبهم. اخلي اليمين هو اللي بيفتح. والشمال هو اللي بيجيب للقيم. او. هنا بيقولك ده اسمه تشيك بوكس. الزرار ده. اه 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 بيقولك الاصل الويندوز معمول. عشان الشمال هو اللي بيعمل ايه الحاجات الرئيسية اللي هي الفتح والقفل والدراج والدروب والحاجات دي. والكليك يمين عشان فتاع القيم. فانا لو علمت صح هنا هيعمل العكس بقى. اليمين هو هيبقى الرئيسي والشمال هيبقى ايه الفرح. خلاص? كويس جدا. بعد جده الاشكال الاسهم والحاجات اللي هان بيستخدمها. فهلاقي مسلا هنا في كل حاجة الاسكي. الديفولت بتاع الويندوز ولا انا عايز اعمل واحد خاص بي. اننا اختار انواع معينة من الاسهم او اشكال معينة من الاسهم والرموز دي. بس لما الكمبيوتر بيبقى بيزي الكمبيوتر مشغول في حاجة بيعملك العلامة دي. بيقولك ان انا مشغول دوقتي. ما ما اتعبنيش. خلاص? لما الكمبيوتر بيتبقى انت بتختار الهيلب سيلكت. لما بيضغط على الزرار الهيلب اللي هو ده. بيجيب لك العلامة دي. الزرار الهيلب اللي هو ده. بيجيب لك العلامة دي. خلاص? يعني بيشغال بس بس لسه مش قادر احمل حاجة اللي انت من دهاني. زي ما قاعد عندي مسلا يحمل في برو موقف شوية كان جاي بالشكل ده. خلاص? ممكن اغير الاشكال دي كمان اتحكم في كل حاجة. شركة ماكو صوفت بتفتحلي قادر امكاني اتحكم في الجهاز يعني زي ما بحب. الموش. ممكن اخلي الحركة بتاع الماوس ده طيارة. يعني مجرد ما حرك الماوس اي حركة بسيطة لقيه طار. اه لقيني ما اخدتش بالي منه اصلا. ده لو خيوته فاصل. سلو يعني خليت حرك سنة سنة. ممكن لو انا عندي طفل صغير ولا حاجة ويتحكم في الماوس. ما بيقعد وقت كتير على مسلا يجي افل الماوس يجي افل الويندو اه بالماوس ياخد وقت. فانا ممكن اخليه له بحيس النواق يعني ايه? اي حركة بسيطة بتعمل حركة بسيطة برضو. واي حركة كبيرة بتعمل حركة بسيطة برضو. الفكرة. انما لو انا مسلا عاد على الجهاز وبستخدمه اه استخدامات بتحتاج ان الماوس يخليه بقى سريع فاخليه فاصل. خلاص? سناب تو. لما بفتح اي اه نافذة من دولة. بلاقي الماوس في نفس المكان. يعني انا مسلا سيب الماوس هين وفتحت. سيب الماوس هنا وفتحت النفذة. آآ سيب الماوس هنا. خلاص. وفتحت النفذة. هلاقي الماوس هنا? هلاقيه هنا? طب. في حق اغراية اخرىぷ انا لو انا علمت هنا صح? ايه اللي احصد? انا سيب هنا. هلاقي الماوس ينطى بقى هنا. على الزلال المتعلم عليه بلاسة. ده. يعني ايه اول ما يفتح اي حاجة كده اقول لي هتعلم عادة على السنة هتتكق وكاعته خلاص? في حاجة بقى ان انا الموسة اللي عملت الديسبيلي مش هيبقى ماوس هيبقى ماوس وايه وديل يعني يعني ايه تريلز اه تريلز اللي هو ايه لك عادي ان كزا ماوس وراه في حاجة ان هو هي يعني لا وانا بكتب مسلا خليلي السهم بتاع الموس ده البوينتر ده مغاشر ده مختفي في حاجة تانية اه اه تالتة في الفيزابيلتي ان انا ممكن اضغط على الظهر الكنترول عشان اخب بالي من ماوس فين فيه لازم بيقى الموس قداما مش فاخده بالي فمغاية اضغط على الظهر الكنترول بيعملك مجموعة من الدوائر توضح لك هو الموس فين ده سرعة السكرول سكرولنج اللي احنا قلنا عليه يعني مثلا انها بيقول له ايه اه لما اه بالسكرول لفة كاملة اه ماشي لي تقى التوستر بس من المستعمل اللي انا ما تصفح او من الكتاب اللي انا ما تصفح ممكن اخليهم عشرين ممكن اخليهم عشرين ممكن اخليهم عشرين ممكن بعدها بيتوح لي ان انا اتصفحها بشكل ايه اصرع الاحنام يبيعيه المستعمل في الشان شاوا دست عرضنا بان ايه استعمل السيمز والاواق ديسكتوب بكراوندد ديسكتوب كالر وال genre والاابيرانز والامكانيات المتعه في الاابيرانز والسيتنجز وال Voros الكلام ده كله قلنا الباور اوبشنز لما نجيب الباور اوبشنز هنلاقي ان هو بيقولي برضك اختار الاسكيم اللي انا عايزه اه الهوم اند اوفيس ولا ازبط اه واحد تاني مسلا اقعد على لابتوب فاختار بتاع لابتوب ماشا هنا تيرن اوف منتور بعد عشرين منت لو عدت عشرين منت عشرين ديما استخدمش الجهاز اطفلي المونتور الشاشة اه تيرن اوف هارد اسكس اه لا ما اطفلي شهر ديسك خاطس خلاص انا بظبط بعمل ممكن اقول له لا افصل كاربا عن هارد اسك بعد عشرين ديئة كمان عادي اه كل واحد وايه وحورية اختيار اه اه التحكم في خياط المنطقة واللغة اه اه ريجونال ريجونال اند لانجويتش اه او كنترول الريجونال اوقشنز اي هي ريجونال اند لانجويتش اوبشنز اه اصبح الريجونال اول بعندن لانجويتش بعد اصبح الريجونال اوبشنز مت نے اصبح ظلم الكسومايز على تخصيص. اخصص منطقي. انا مثلا انا مضبطة على اليوناديد الستوطس انجليزي. انا مضبط الجاسب انه ينقل انجليزي كأنه العادة في الانجليزية بتاع اليوناديد الستوطس. عنال انجليزي بتاعيها منطقة الناس بيكتبها مثل هذه الخيارة والعملات بيكتبها كتابة التائم بيشتغلوا بالتوقيت الاشياء شورت ديت بيشتغلوا بالتاريخ بيكتبوا بالشكل. اللونج ديت. التاريخ ممكن يكتبوا الصيار بشكل ده وطويل بيشكل ده خلاص الوكيشن اختار لوكيشن يعني الموقع والبتاع اللي انا تابعه عشان لو احتاجت اخبار عنه او احتاجت ايه الوزر ايه اخبار المناخ خلاص الويندوز بودك ممكن يدخل على موقع ماكو صوفت فاقولي المناخ عامل عندك ازاي والخدمات اللي بحليها متقدمها ومش هعرفوا درجة الحرارة والكلام ده ده الريليشنال اوبشنز باختار هنا ايه ايه ارابيك مساء ايجيبت اه طبعا مصر خلاص اه لما اخترت ارابيك ايجيب قالي ايه قالي الارقام بيكتبها بالشكل ده بيكتبها انجليزي لكن الكرانس بيكتبها بالشكل ده عربي طيب واحد هل اه عايز يخلي الارقام كمان بتكتب عرب مش انجليزي وبقولي ان الارقام بتكتب في مصر انجليزي ممكن راسبها كده عادي ده مريح لبعض الناس والعملات هكتبها عرب اه انما اه انما ممكن اغير كمان ده يعني اعمل تعديل جوا الموضوع اللي هو عامل ده الوقت بيكتبه بالشكل ده الشوت ده بيكتب كده اللونج ده بيكتب كده خلاص اجيب بقى انا الايه الكاستومايز الكاستومايز على التخصيص طبعا مانو الفاتل ما تضغطش على كاستومايز انا كنت بشاوي عليها بس انت بتضغط هنا طبعا عشان اختار او تختار ازل بقية اللي انت تابعها تضغط هنا لما لو عايز تعدل في الحاجات ديت في السامبلز النمازج اللي هو عامل هلك ديت بتختار ايه كاستومايز بتختار الاول دولة اللي انت تابعها ايه وبعدين بتجيب ايه كاستومايز زي ما هو عمل هنا خلاص فبيقولي اا سيمبل يعني العلام العشرية العلام العشرية بتاعتكو يا اضغط هنا واختار العلام العشرية اللي انا عايزة خلاص الارقام هلاقي تحتها بالشكل الفلاني طب بالشكل الفلاني ابدأ ازبط الغياب دي بقى ايه ايه اختار اا اختار اكترات اختارات التانية خلاص من حاجات دي بقى ابدأ ازبط بقى ازبط بجدفو سامبلز هتلاقي هلاقي انا مثلا بوسطف بشكل فلاني والنيجاتف في شكل فلاني انتظر ارقام عربي وانجليزي ايه بوسطف ونه ده النموز خلاص هلاقي بعدها ازبط في الكرانس اا عشو في القوت ده كل حاجة ما احفظهاش يعني انا مش لقي كلام اقول له ان الكلام ده بتحفظ. الكلام ده هو ما عمل لك نموذك فوق اللي اللي انت بتعمله. فانت كل ما بتغير حاجة تحت بتشوف اه بتشوف ايه اللي هي حصل فوق. بس فانت بتحفظ الكلام. مش معتاك الكلام ده كل قد ترجمه لك. ده محتاج انك تجرب وتشوف. هتضغط هنا وتشوف اللي بيحصل. تضغط هنا وتشوف اللي بيحصل. بس. بس اما حاجة تبعارف مكان الحاجة. ال time. اشترا زبط برضو ال time. اختار. هنا اور وبعدين مينت وبعدين سكن. ممكن لا في ناس بتعمل اور وبعدين سكن وبعدين مينت. كده. يعني ايه بيلغبطه ايه الساعات ودقيقة خاصة في الليام. ممكن يخله الشهر الاول وبعدين اليوم. السنة وبعدين الشهر وبعدين يوم او الشهر او قصل السنة وبعدين اليوم وبعدين الشهر. ابدأ زبط في التواريخ. وال time بالشكل. اهو. ابدأ زبط في التواريخ والشهر في التواريخ وال time بالزمن بالشكل اللي انا عايزه. خلاص. التقويم بميلاد السمية انجليزية. يعني انا امشي على التقويم ميلادي ولا ممكن اختار التقويم الهجري. وابدأ زبط شرط date اكتبه ازاي. وال long date اكتبه ازاي. طب right to left. يعني هنا left to right. من اليمين للشمال. طب هنا right to left. من الشمال اليمين. خلاص. واختار هنا. d d يعني day. m يعني منصر. بيحجز ده خنتين للday وخنتين منصر. اه خنتين لليوم وخنتين للشهر. وبعدين هنا ايه اه اه اربعة وي يعني ايه السنين. يبقى ده ايام. شهور سنين. هلاقي وضعات تانية. شهور ايام سنين. كل واحد بقى يشتغل. نعمل شرطة كده ولا شرطة كده ولا شرطة كده. خطر. تختار انت كل الكلام ده بتبدأ تختار. اه شوف. تقوين ميلادي انجليز. تقوين ميلادي اه اه انجليزي برضو. ده تسمية انجليزي. تقوين هجري فوقه. تقوين ميلادي عربي. عندي تقوين هجري وتقوين ميلادي عربي. اختار بقى اللي انا عايز واشوف انا ماشي ازاي. تاني تابة اللي هي بتاع اللانجوش بختار اللغة. من اللانجوش بختار وبعدين بابدأ ازبط. اقول له ايه اللغة الرئيسية عندي فهنا العلامة ديت معناها ان اللغة الرئيسية عندي الانجليزي. انما لو علمت علامة هنا هيبقى اللغة العربية العربية. في عربي هنا السعودية العربية. المملكة العربية السعودية وفي عرب هتلاقي فوق لايش. تختار لاني شكل انت عايزة. بتظهر لك دي. بتاع دي بعد ما بتختار الموضوع حين وتضغط اوكي. طبعا انت اي حاجة لو عملتها ما عملتش اوكي. بقى انت ما عملتش حاجة. لازم تبقى نزبط كل حاجات بتقولك اوكي موافع. لو عملت الكنس اللي كانتك ما عملتش حاجة. بتظهر لك ده في التاس كبار. بتتدك عليه. بيقول لك انت عايز الجهاز يكتب باللغة انجليزي. بتاع اللي منورة انجليزي بتاع الولايات المتحدة امريكية ولا عرب بتاع مصر ولا عرب بتاع السعودية. طبعا العرب من مصر لا يوجد فارق يعني. بس اه بس يعني الامكانات متاحة. مهم. فانت بتختار. بتضغط كده وانت تضغط ايه? عامت الصحة بقى انا وضغلت على مصر عامت الصحة تضغط ايه? اثنين قدام مصر. يبقى انت هتكتب تبع على العرب بتاع مصر. هانت اضبط وغير زي ما انا محتاج وزي ما انا هايز. التاس كبار والستارت منيو. لو ضغطنا على التعاكم في شريط المهام وقامة ابدأ. لو ضغطت عليها اللي هي كاني عملت كليك يمين بروبيرتس. لقامة او ممكن اكون جبتها برضو من كنترول بان زي ما احنا شاهدنا في كنترول بان. خلاص? قدامي بقى اكتر من حاجة هنا. في اول حاجة لوقت تاس كبار يعني لوقت تاس كبار يعني ما تسمح ليش ان انا اه العب فيه. لو لو البتاع دي موجودة لو النوع دي موجودة بيسمح لي ان انا اتخذ تاس كبار او احرك التاس كبار اهم. لما لقلت له لوقت تاس كبار يعني ما تسمح ليش مهما عملت ان انا عب فيه. خلاص ان انا اغير في حاجة ممكن تاس كبار اخليه بدل ما هو ادوقت تدور واحد كده. ممكن اخليه تدورين فوق بعض او تدور فوق بعض. خلاص? بدي اول امكانية. اقفله بحيث ان انا معرفش اغير فيه. تاني امكانية يعني اول ما تاس كبار ما استخدموش او محتاجش ان انا استخدمو اخفيه مش عايز اشوفو. خلاص? يبقى اه قدامي ايه مختفي. ده لو فتح انا اي نافذة خليت تاس كبار فوقيه. يعني خليت تاس كبار ظاهر. تمام? بختار انا بقى الحاجات اللي موجودة قدامي. جروب سيملار تاس كبار بطونز. يعني لما افتح شوية حاجات ليهم هلقب بعض كزا صفحة نت لمهم مع بعض زي ما هم المويدة. البتاع دي فيها صفحتين نت. بالصفحة واحدة. لو ضغطت عليها يقول لي انت على الصفحة الديت او الصفحة دي. خلاص? فيه اخصة دي بيديداء بعض الناس. فاجي من هنا والغي موضوع الجروب. عشين موضوع الجروب بحيث ان كل صفحة نت بقى افتحها لوحدها فياسول علاقة الصفحة اسول اقف لها. اه شو كويك لانش ده هو اسمه كويك لانش. اللي هو شوية اه مفاتيح صغيرة كده موجودة تحت بحيث ان انا افتح الحاجة زي ما نعايز. ده بيفتح الانت. ده بيجيب لي الى ديسك توب. ده بيفتح الى الويندوز ميديا بلاير. خلاص? ممكن اشيل له اه شو كويك لانش كمان واخليه من غير كويك لانش انا بوصلها عن طريق قائمة اي احد. خلاص? هنا شوز هلو اكزاك لوك اظهر للساعة. لو شيلته هيخفي الساعة. يعني ايكونات لها مششغال بها في الحتة ديت. في الحتة اللي هي جنب الساعة اللي هي اسمهاة في الحتاء اللي هي الاحية اللي مش آآ اي جل answers. ديت اه ديت اه الحتة اللي انك لا مششغال عليها ولا حاجاته نها مششغال بها. اه اه Macron أيه اغفيه خلاص? لو جمنا بقى بعد كده دا نتابق الاولان basic board نفسه. لو جمنا بتاع الصلت منيو وقول لي ايه? انت عايز الصلت منيو العادية ولا classic classic اللي ما اجابه هنا. الصلت منيو اللي مش classic اللي انا اشغال بيها اللي انا وردها لكم فاول الحلقة. دي دي الكلاثيك تيلي مش كلاسيك بقى الصفين اذا وقلت لك هتلاقي كنترول Okay خلاص يبقى دي الكلاثيك دي لي مش كلاسيك. اه كاملة هيiner والكونترول mint لك خلاص يبقى دية عمودين وصبعت acje كان ايه ما يخليهم ايه اه ايه ايه صف عمود واحد موجود في كل اه كل حاجات assignment خلاص خلاص. هلاقي بقى في قامة السلطة ساختار منها افتح المساندات اللي عندي على الجهاز او اللي انا احفزها في المي دوكومنتس. اخر حاجات انا هفتاحها في الجهاز اخر حاجات انا شايفها. اشوف الصور مي ميوسيك ومي كمبيوتر ومي نتورك بل اسس ايه طوية يضع على يعني ايه وابعدنا عندنا كنترول بانل لو انا عايز اخش على الايه كنترول بانل لو اخترت استارت مين وابعدنا اخترت افتح لي بقى الويندو دي بيقول انت عايز الايكونات بتاعت الويندو اه منيو. تبقى كبيرة ولا صغيرة? اه. ده اللي احنا كنا جميعين على حال الممكن نخلها صغيرة زي ديت كده. ده وده خلاص. عايز البرامج اللي تبقى مفتوحة. متسجلة عندك ومعملها شرطة قطعة. تلاقي اول ما فتحت كده هتلاقي هنا ايه? اهو. البرامج جاي. ست برامج. واحد اet�ين. ثلاثة اربعة خمسة ستة الستة برامج دولة طوبما ستة برامج هااعي الاخ الرمج ان انت بستخدم. فعايز اخر برامج انته بستخدم اخر ستة. والاخر عشر لو اخر كان بختار من هنا اقول له blank list. لا ما تزرل اي برامج اخر برامج هستخدم. اللي ها بحبه disposable ter البرنامج انت بتستخدمه في الانترنت والبرنامج انت بتستخدمه في الايميل فعلا لو الانترنت تكسب لورر والميكو صوفت او او تلوك وهتلاقي انت عندك حيات مختلفة ممكن انت تخليفها الفوكس مسلا او جوجل كروم او اي حاج ميكو صوفت اوفيس ممكن تخليه ايه ايه حاج تختار انت البرنامج انت عايزه من هنا تضغط وتختار من القائمة المتاح بالنسبة لك ادفانسد اه سب منيوز او او سب منيوز يعني اول ما قاف على قائمة اه سب منيو اه يعني قائمة اه اه فرعية اه مجرد وقوفي اه عليهم وافتحها بالايه بالماوس هي لايت نيولي انستول البرنامج يعني اه يعني لما اقف على اه لما اصدت برنامج جديد ويكون لسه ما استخدمته اه علمني عليها علامة بقبلونه مختلف عن باية البرنامج خلاص فيها موضوع سب منيوز ده بس عايزة ارجعه ده ايه اسمها سب منيو لما واقف عليها بيفتح العاجة جديدة فمجرد وقوفي يفتحها لي ولا لازم اضغط عليها هو دي الفكرة خلاص فانا اقول له مجرد وقوفي افتحها لي خلاص ده الصح تمام ولا ايه هنا شوية اوبشنز كمان نطيفة ولا ايه اه اه اخر حاجات انا افتحها لها بقى لها ده ايه ايه عايز القايمة بتاعت موجودة او لا ايه وممكن نقول له كليير لست يعني شيل لست من هنا اصلا عامت الصحي يعني ما تعملها ليش ما تعملها ليش بحس لما اطفق جاز ما حدش يقدر يشوف وانا كنت ايه اعاد اشوف ايه بعد كده اليوزر اكاونتس هو ما زاكرش حاجة عن اليوزر اكاونتس او ده خلنا هندخل هنا عن اليوزر اكاونتس هو هلاقي بقى ثلاث حاجات بيكا تسك الحاجة الاول انه عند دوات اكاونت واحد اللي هو بتاع ابراهيم عبد الحميد يعني ده حسب الجلس عليها حاجة واحدة بقى صلاة ابراهيم عبد الحميد كويس ممكن نضيف واحد تاني اه 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 اقول لي كريت اه اكاونت طبعا عايز تسمي ايه مسلا شريف عبد الحميد ناكست عايز تخليه يعني متحكم كامل في الجهاز ولا ديت مواصفات اه المبتاعها مكان كتير انما المتد اه ممنوع عنه كزا ممنوع عنه كزا ممنوع اقول له مسلا خلاص اقول له كريت اكاونت كده بيبدأ ايه يعملوا بقى شيف عبد الحميد موجودة ولمنتد اكاونت انما ده ده يعني راجل كبير رئيس انما اه انما ده ده امكانياته معدودة خلاص طبعا انا عايز احذفه. انا كمين ادنستيرتور دلوقتي وداخل عليه ممكن اخش هنا اهو. مجولة شيف عبد الحميد وقول له دليت اتكون. امسحه. امسحه في ثانية بعد ما عملته واسحته. خلاص? خلاص. في حاجة اسمها جست كمان الوظيف. لو انا عايز نسيب الجهاز بتاعي بحيس انا عامل النفس باسور. فعايز نسيب الجهاز بتاعي بحيس لو اه حد ضيف جيء عاد على الجهاز. انا مش موجود وعايز يقعد عليه يقدر. فاقول له الموضوع كانت الجست اقول له ترن اون جست. يعني الموضوع الجست ده اشغاله. ان هو ابقى موجود. ممكن اخش عليه هنا تاني واقول له ايه? ترن اوف جست. انه انا ما ينفعش حد يودع الجهاز اللي هو عارف باسور. ممكن هنا اجي اقول له اا 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 او ممكن اقول له او 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 اوف. ان انا ممكن بدل ما باجي ما اعمل او اوف من خلال بتاع الشكل ده يلاقي يفتح لي قيمة واختار منها ولا اوف. وهنا كمان بدل ترن اوف كده يفتح لقيمة اختار منها ترن اوف ولا ترن اون ترن اوف وستاند بقى. خلاص? ده استعراض لليوزر اكاونت استعاد سريع او بعد كده هناخد وزي تعمل له اعمل وزي تغير الصور بتاعته ازاي بالتفصيل. بس احنا كده عشان بس ان نبقى ماشيين مع الباور بوينت بتاع الدكتور واستعراض سريع الان من الحاجات اللي موجودة في الاا كنترول الباورة وتاخد فكرة عنها موقعا الى ان الى ان يحين الوقت ان شاء الله ونقدر اا نشرح لكم بالتفصيل الممل. ان شاء الله عزا وكل. ااا شكرا لكم احس السماعكم ارجو ان انا كنتش امتعل عليكم في السرسلة وارجو انها تكون خفيفة لكم ويكون الموضوع مفهوم ولو في اي اقتراحات او اصفات ازن اا موجود في كل الحلقات. ادوة التواصل ما بيننا اللي هي الايميلات والارقام التليفونات. وربنا يا ربي ايجعل السلسلة مفيدة لكم وانستغلوها افضل استغلال ان شاء الله. شكرا لكم احس السماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.